بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرب المرسلين اهلا بكم اعزائي الطلبة والطالبات في فيديو جديد من فيديو حد النهاردة باذن الله هنكمل مع بعض باذن الله الدرس الثاني بنقوله تيدي موضة تونكو با انت بتسعى زميلك عن اسمه لا انا عمره عمره تيدي ايه انت بتقول انا عندي ستاشر سنة وانت او بتقولك ايه ليه تونعج ما عمرك طالما انا بسأل عن العمر نفسه في الجملة اللي بعدها يعني شخص بيستعلم سير تونعج عن عمرك انت فهتقوله انا عندي سبعتاشر سنة وعمري بيكون ستاشر سنة انت بتشيل لتاريخ عيد ميلادك يبقى حتقول جيس وين ايه انا ولدته في اه خمسة ثلاثة او عيد ميلادي بيكون الاول من مايه طيب تيديموند اتونامي يعني انت بتسأل صديقك تبعا عن ايه عن اول يوم في الاسبوع بس في فرنسا ده يوم لاثنين على طول او على طول تقول الاسبوع بيبتدي يوم لاثنين لان انا بتكلم عن ايه عن فرنسا هنا في الجملة اللي قدام طونامي هنا هناخد بنا ان كلمة طونامي معناها صديقة طونامي صديقة تيديموند بيسألك كون ستغمان لاثمان ان فرنسا يعني متى ينتهي الاسبوع في فرنسا تيدي انت بتقوله هو بينتهي يوم الحد فعلا او سيديموند شده يوم الحد طيب في الجملة اللي بعدها مشارة عندنا بنقول تيتان فارم انت بتستعلق على تاريخ عيد ميلاد صديق فبتقول له متى ولدت او تقول له عيد ميلادك سي كان امتى خلي بالك ان الاسئلة دي كلها هترجع وتجيلك في الاختيار تاني انت تستعلم عن تاريخ اليوم فبتقول كالجور سوم نو اه لا هتقول دات التاريخ هه فهتقول هنا نو سوم كالدات او كاليلة داتو جوردوي ما تاريخ اليوم طيب طونامي صديقة تيديموند بيسألك كون كومان سالاني متى تبدأ السنة فانت بتقول له السنة بتبتدي في يناير داكور او انها في يناير طيب طونامي سي لابرة يعني صديقك بيحتافل سي سي سيزون ب 16 سنة بتوعه فانت بتقول له عيد ميلاد سعيد طبعا او عيد ميلاد سعيد طبعا جور نوال او بون انبارساير في الجاملة اللي قدامي بتقول تونمي تيديموند صديقة بيسألك تونجور فاوري يعني يومك المفضل دون السومان في الاسبوع فانت طبعا بتقول لا جو بريفير لوجودية انا بفضل بردون جو بريفير لوجودية او تقول لفندوردي يوم الجامعة سي منجور بريفيري طيب تونمي صديقك تيديموند بيسألك عن مكان الحفلة فانت اقول له يا فيدنادي يا اما كلمة شموة تيديموند يعني انت تسأل تيديموند انت تسأل تونمي صديقك عن معاذ الحفلة معاذ الحفلة يوم الخميس الساعة او لا معاذ الحفلة او في الصهرة ويوم الخميس او معاذ الحفلة الصهرة عشرين مايو او او يوم الخميس عشرين مايو وفي الصهرة او في الساعة سامان مثلا مش لاقي معاذ محدد تانية طيب تونمي صديقك تيديموند بيسألك لايج دو تونم بير عن عمره والدك فانت بتقول هو عنده خمسة واربعين سنة مش عين فاقول عنده ستاشر طبعا وعمره بيكون تسعة وثلاثين سنة ترونت ونفعون تيديكري لفات انت تصف الحفلة دو تونمي حفلة صديقك الحفلة مؤنس فحنقوله ان هي كبيرة ممكن وهي رائعة ماشي تونمي صديقك تانفيد بيدعوك ام فاتة لحفلة وانت بتعتذر فطبعا بتقوله ايه بتقوله اسف او معزرت لاننا عندك كورت ريبيا تريبون دي فكرة جيدة بينصير كل دي لتأكيد تيديموند يعني انت تسأل اتونامي صديقك كومون السلاب رسول انيفرسال كيف احتفل بعيد ميلاده حيقولك انا بعمل حفلة او بدعو اصدقاء تيديموند انت بتسأل اتونامي لوي كوند ان فرنس عن عطلة اتونامي الاسبوع في فرنسا تيدي انت بتقول العطلة في اي يوم وايه يوم العطلة يبقى هي لوي كوند سي كالجو وكالجو اي لوي كوند تيديموند انت بتسأل صديقك عن شهره المفضل الدي هو بيقول حيقول بحب ديسمبر وحيقول بفضل مارس انا بدور على شهر مش عن يوم تيديموند صديقك بيسألك في اي شهر نولدت فانت بتقوله انا ولدت في شهر يناير مثلا او نوفمبر او اي حاجة من الحاجات دي طبعا ادور على شهور بس ادور على كلمة ولدتو فجو سويني انا ولدتو وسيتو مو دابريل انه في شهر ابريل تماشي عندنا تي تميز بيا الافات يعني انت بتسالة او بتستعمتع كثيرا في الحفلة فبتقول سي جنيال وقالي سوبر يعني انها رائعة وطبعا حقول اللي سوبر يعني انها رائعة برطو تيتم فارم انت بتستعلم عن الشهر اللي احنا فيه فبتقول نو سوم ان كال موا او تقول سو كال موا انه اي شهر سو كال موا يعني انه اي شهر في الجملة اللي بعدها تي ان ديك يعني انت بتحدد او انت بتشيل عن عدد الشهور طبعا في السنة فناخد بالنا او يترمنا بشير فبتتكون من اتناشر شه ويوجد اتناشر شه تنامي صديقك تيديموندي بيسألك جون فيير سي كوا يناير هو ايه فانت بتقول سي لو نو دان موا انه اسم شهر وكمان بتقول ده الشهر الاول من السنة سي لو بريمير موا دوراني تنامي صديقك او صديقك وانت اتني لو سانك دوزا ولدته في خمسة اتناشر فانت بتقول احنا توقع وبتقول احنا عندنا نفس العمر احنا ولدنا في اكتوبر لا مش ماشية نصوم دي كوبا احنا اصدقاء احنا عندنا عمر مختلف عيد ميلادنا بيكون في ديسمبر دي صحيح هذا لان هما اولدوا في خمسة اتناشر لبروفسور المدرس تيديموندي بيسألك لادات اوجودوية يعني تاريخ اليوم هو بيقول كالي لادات اوجودوية وطبعا نصوم كالدات تي انديك انت بتشير او بتحدد لتاريخ عيد ميلادك فطبعا بتقول انا ولدت تسعة مايو وبتقول عيد ميلادي بيكون يوم اتناشر اربعة طبعا هنا المواقف بتاعة الازهر وهو نفس المواقف بس انا بختار اختيار واحد عشان مكون من اربع اختيار تيديموندي طونامي انت بتسأل صديقك صناج عن عمره تسأل صديقك عن عمره فهو حيرد عليك يقولك ايه يقولك جيدي الساتون عندي سبعتاشر سنة تسأل صديقك عن الشهر الاول في السنة فبيقول انه يناير طونامي صديقك تيديموندي بيسألك عن يومك المفضل حتقوله انا بفضل الخميس تيديموندا طونامي انت بتسأل صديقك صناج عن عمره 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 هو ايه فهتقوله كيلاجتي مع عمرك تيدي انديك انت بتشير التاريخي اليوم فبتقوله اتناشر مارس طيب انت بتسأل صديقك عن تاريخي اليوم فبتقوله كاليلا تاتو جردوي يعني ما تاريخي اليوم اللي يعني اميروبي تيديموندا طونامي انت بتسأل صديقك عن معاد الحفلة فبتقوله امتى الحفلة الحفلة سيكون. صديقك اه طبعا بيسألك عن عطلة نهاية الاسبوع في مصر انت بتقوله سيلو في فندردين نهاي الجمعة. في لسات تونمين انت بتهنق صديقك لعيد ميلاده. فهتقوله طبعا عيد ميلاد سعيد. تيدي موندا تونمين انت بتسأل صديقك بريفري يومه المفضل. هو حيقول بقى حيقول انا بحب الرياضيات ولا بفضل للمردي. مردي طبعا انا بتكلم عن يوم من ايام الاسبوع. مش حيجاو بيقول نوصوم مردي لا. نوصوم مردي بنسأل عن التاريخ. في الجملة اللي بعدها بيقلتونا مي صديقة كتير يوموندي بيسألك عن اليوم الاول في الاسبوع في فرنسا بانت بتقوله طبعا يوم الاثنين. انت بتسأل صديقك عن عمر والده فبتقوله كيلا جا تومبير مع عمر والدك. في الاختيار ده ده تصريه بربع اوظار وتحيبه بالنسبانه سهل شوية جو. كلاج تونكوبا بتعادل الضمير ال. يبقى اختار ا. بعدها كلوبجي. هنختار طبعا هنا دي بتعادل الضمير ال. اصدقائك. ودي بتعادل هنا تصريف ال. اصدقائك. هتبقى ا. اصدقائك. هتبقى اي اسم زاد طوى يبقى صرف مع او. اي اسم زاد مو يبقى صرف مع نو. يبقى افون المهم كاركتير عندنا نفس الشخصية. مارجو ا. لان مارجو هنا بيعادل ضمير غائب هو او هي. اي اسم مذاكرة ومؤنس بيعادل هو او هي. كلاج لندا وماري اتنين مع بعض يبقى او عشان هنا بيعادل الضمير الا وكاس. العدد اه سسانة نيف اه يمتلك دو شفر اه رقمين طبعا. هنا طبعا مكتوب اه اردوناتور اردوناتور طبعا هنا يعني الكمبيوترات بتكون جديدة ده الجامع مذكر. البراسلي برضو جامع مذكر الحزازات هتاخد بتي. جي ادور انا بعشق لي. هنا طبعا فات جامع مؤنس وانا بختارها على اساس الحفلات الكبرى. اللي بعدها التلاميذ اه. مدارس التلاميذ بتكون سوبير. طبعا احنا تعودنا وقلنا تمرارا وتكرارا انما تلاقي سوبيرا او اورانجا او مارو اختارهم على طول بدون انا شك. علي وسامي سون علي وسامي بيكونو وساميرا. علي وساميرا طبعا جرمان لان الدول جامع مذكر اما بيبع عندي اسم مذكر واسم مؤنس بيتعاد الجامع مذكر. يعني اصدقاء جامع مذكر هناخد ني. مادام فوزت نيكان هناخد ني طبعا على اساس ان مادام هنا مؤنسة والفو عيدة عليها كصيغة احترام يبناخد المؤنس. ميسيو بياريني السيد بيار ولده ده مذكر طبعا. يناير وفبراير بيكونو مي ما شهوري المفضلة كلمة شهر مذكر وكل شهوره مذكر. لزاميدو ليا صديقات ليا بيكونو اه اولدنا يبقى ني جامع مؤنس طبعا. هنعارفين ان كلمة ني اولد اه بتؤنس وتجمع على حسب الفعل النصف. او جوردوينو الصوم التاريخ الكامل يصبغ بلو. الشهور سبتمبر تصبغ بان او 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 موا دو. لو لقينا موا يبخد قبلها او لاننا عندي اسطلاح اسمه او موا دو. دارين بتسافر الى باريس او موا دو ماي. في شهر اللي بعدها طبعا انز ماي التاريخ الكاملة بتاخد له وحتى لو في انز او انز يعني تمان احداشر برضو والتمانية. الاتنين بيبدأوا بحروف تظهر دينا انها حروف متحركة ولكن هما بيعاملوا معاملة خاصة اما اكتبه كارقا. لفت اي لاندي يعني الحفلة يومي اتنين تمانية سبتمبر تاريخ كامل ياخد له. حتى لو ات ما الدعب اش? اه حتى لو اتنا الدعب اش. نوزا لو اكلوب لو فوندر دي. ايا بيجي اسبوع دايما توصبه بمحدد معرفة اللي هو لو. اه نوصام اكلوب يعني احنا بنكون في النادي كل يوم جمعة طبعا هنا عشان جمع. عارفيني ان الشاك بيجي بعدها اسم مفرد بدون محدد. دي جمع. هنا نحنو نذهب الى دي. اه يوم الجمعة. طبعا شاك بوندر دي لان ده اسمه مفرد بدون اداة خد شاك وابعد عن توخر. دي ده معناها في ما بتجيش ايام الاسبوع دايما تصبغ بايه? بمحددة. سارة ولدت في الفين وسبعة السنين دايما تاخد ان. كال موات يا ني في اي شهر ولدت يبقى ان كال موات. ليه خدنا ان? لان الشهور بتصبغ بان ففي السؤال الهد زي اللي هي الاداة بتاعتها. عندنا مكتوب تياه ني ولدت يبقى متى ولدت او في اي شهر ولد. واحد وعشرين ماي يبقى متى? هنا اكل دات طبعا كلمة دات دي مؤنس يبقى كلمة الناس. قال له ايه? الخميس يبقى كالجور اي يوم انت بتفضل. ايه لفات الحفلة? فقال له انها في الساعة السامنة المساني بقى كلمة في اي ساعة. الحفلة كمون? كيف? قال له دي رائعة والصفة انت سأل عنها دايما بالكمون. تان فيت انت بتدعو فنقط قال له انا بدعو الاصدقاء بتدعو من? مين اللي انت بتدعو? اللي بعدها رقم سبعة جور يبقى على طول هنا حاخد كم بيان دو جور كم يوم من يوجد في الاسبوع. ايه? قال له سيتان براسيلي برازيلياني يبقى سيكوه? مش حنفى اخد كاسك لان كاسك بتيجي في اول الجمل. صن لي مو دولاني يبقى ما شهور السنة يبقى كالجمع مزاكر طبعا. امي وزاوي يبقى كم بيان دو امي كم صديق لديك. طبعا خدت كم بيان دو عشان بتسأل على العادة خدتها دو ابوستروف على اساس طبعا. ان هي الاسم اللي بعدها امي مبدو بحرم تحرم. النتيجة ستين زائد اي? هاد لي زالتان دو سواصنة بلوس اه 20 ايجال كاتر 20 طبعا. ستين زائد عشرين تمانين. كالاج ان تيكوبان? جانو فيار سيتان موان لان كلمة موان مزاكر فاخد اه. جولي اي زوي وبعدين ديزوردوني. طبعا هنا هتبقى صن. لان انا بصرف في رب اتر غير منظمة والاتنين دول بيوسقوا عادلوا النمر طيب في الجملة اللي بعدها يعني اصدقاء عندهم ما قلش بيكونوا سبعتاشر سنة قول عندهم سبعتاشر سنة. الجملة اللي بعدها جي سويني له تاريخ كامل اخد له. تاريخ كامل يعني ايه? يعني تاريخ في عدد زائد شهر زائد سنة الى اخير. صارة اه عندها اجازة في شور بتصبق بان او ام وادو. شور بتصبق بان او ام وادو. جوليا ايه ده? جوليان بيساعد كل الناس طوله مونت. لاني تو دي معناها كله بيجي بعدها جمع مزاكر دايما. اللي هي تو دي. اما تو دي بيجي بعدها مفرد. مزاكر دي مفرد مؤنس دي جمع مؤنس وهكذا. مزا مي اصدقائي وزاتني انتو ولدنا لاني جمع مؤنس فناخد ني جمع مونت. يوم السبت سيتان جور لو برمير. اه سي لو برمير. مزاكر ده اليوم الاولاني في الاسبوع في مصر طبعا. مادام انا عندي سبعتاشر سنة وحضرتك يعني انتو عندكم كمبيان دو ابوسترو طبعا. يعني كمبيان ما بيجيش بعدها الا دو او دو ابوسترو. عيد ميلادك سي كون بيكون امتى? وطبعا هنا مي برون حاخد ني جمع المزاكر في نواة اللي دا يا جمع مزاكر. التلاميذ عندهم مقلمات اورونج. لان احنا قلنا ملايه اورونج او سوبر او مارون اختارها. لانهم ما بيتغيرون. الاسبوع بيبتدي يوم لاثني. طب الاسبوع مؤنس يبا اخد لا سوميه. نحن نكون في شهر دو. لان امواة بعدها دو دايما. نصوم امواة دو سبتمبر اللي بعدها جور وجور هنا جامع مزاكر حناخد كل. لفوزة الجيران عندهم قطة لطيفة. يبقى اون. يبقى حاختار اون. هنا بنقوله يبقى مازا تفعل عيد ميلادك اللي بعدها كادو دي جامع مزاكر ومعناها هدايا فالكده هناخد كل. لدو جمال التوأمتين فات بيحتافلوا بعيد ميلادهن. جيت سويت انا بتمنى لك. طبعا دي كل دي اسئلة مكررة ومحلول يبقى مهلو جاتو دي كمان سويت اون. مرس هذا هو السيارة يومي في السيارة سيسان من أولاً ويبعون أن أولاً أولاً شديقات كما أننا في السيارة ويساعدون هنا؟ أبداً ثم أولاً أريد أن أتبع لكم لأولاً أتبعكم أتبعكم انا بدعو. انا بصرف على حسب مين? الفاعل الاولاني. الضمير الاولاني. هو اللي قدامي لان الاولاني هو الفاعل. طبعا كلمة معناها الاول وتكتب في اول يوم دايما في الشهر. الحفلات الربيع بتكون صنبا ولا سوبير? طبعا صنبا لقيتها مفرد. والحفلات دي جامع مؤنس. ما فيش قدامي جامع مؤنس عندنا الا سوبير. في اي عام. انت بتحبوا الرسمة. اصدقاء صار بيكونوا. طب الاصدقاء هنا جامع مذكر يبقى جونتي. جوليا عندو. وبعدين كونسل دو جو دي كلمة مؤنس هتاخد اين? الهداية بتكون جميلة جامع مذكر. اللي بعدها يسوي بكي كياس. وسيتان فايدو بابيار دي كلمة مؤنس دي معتمدة على حفظي للمذكر والمؤنس. بعد كده عندنا لجا سون دي كارت دانفيتاسيون يبقى يملكونا يملكونا آآ كروة دعوة. الكاسكاتة سون فيولتة طبعا جامع مؤنس فهناخد دي قولت. ال دي كوبا فرانسي هم عندهم اصدقاء فرانسي. ما ينفعش هل تكون واجيب بعدها مذكر? عشي خلي بقى لكم الحدثة صغيرة دنيا. في الجملة الاولانية كون. آآ لا. عيد ميلادك سي كون. طب الجملة اللي بعدها جي سويني لوفان مارس. انا ولدتو في عشرين من مارس. اللي بعدها كالي لادات او جوردوي. كالي لادات او جوردوي. قبلة اللي بعدها اليا دوز موان دولاني. اليا دوز موان دولاني يعني يوجد اتناشر شهر في السنة. كم بياندو فرير تي اي يعني كما اخو لديك اللي بعدها كالجور اي او من انت اه تفضل. او اللي قبلها بقى كانت لفات الحفلة. حتكون في المنزل. اللي بعدها طبعا عندنا آآ كالجور. آآ و اللي بعدها آآ انا باعش الانشاطة اليا دوية. بيقول سوال بيقول لي انت امتى? حقول له جوسويني لو آآ كاتر ففريير. كاسكوتي في بورفتار تونان برسار بتعمل ايه عشان تحتافل بيعيد ميلادة? حقول جان فيت ميزامية انا بادوه عاصدقاء يجي ارجانيزا مفاتة انا بنظم حفلة جاشيت آآ انا بشتري الجاتو الى اخر عندنا. وطبعا هنحل الجزء الباقي ونعتمد عليه في الكتابة والامتحان نحله بعناية ولو في اي نقطة صعبة اقول لي عليه وانتظرونا في الدرس القادم.